السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة اليوم سنرى عدة أخبار من بينها موجة حر قادمة ابتداء من الغد ستكون في إيطاليا و ستكون في المغرب درجة الحرارة القصوى ستسجل في إيطاليا ستكون 43 درجة أما في المغرب ستوصل 47 درجة الحرارة في العديد من المناطق والمدن المغربية ستكلمون كذلك على أخبار الجارية المغربية وأخبار اللي كتجي من المغرب وغنشوفون مضاربة بالفيديو يا إخوان اللي كانت على متن طائرة يلا هنطالقات من المغرب ضاربوا على بلاسة ورباني يا إخوان القرطان دي الطائرة غليقرر أنه يهبطها في مدينة مراكش بطبيط حلغنعود لكم تفاصيل كيف ما أنه هنتكلموا على رجال الشرطة في مدينة فاريزي جوج ديال البوليس جوج ديال كارابينياري تم اعتقال ديالهم والسجن ديالهم لأنهم متهمين بطعن مواطن مغربي بسكين وهذا شيء إخوان اللي وصل لتحقيق ديال رجال الشرطة اللي بطبيط حلغن كانوا نزهاء للغاية كيف ما أنه غدي نتكلموا على المفاجأة اللي سجلها اليسار الفرنسي في الانتخابات ديال الأمس غنشوفوا العدد ديال المقاعد اللي حصل عليها وكذلك غدي نشوفوا إخوان السيناريوهات المحتملة من بعد هذه الانتخابات اللي غدي تخلي إخوان عدم استقرار في الحكومة الفرنسية غنتكلموا كذلك إخوان على منظمة الصحة العالمية تحذر من مادة الطالك باللغة الإيطالية لطالكو اللي كيستعملوه بزاف ديال الناسي إخوان خصوصا على الأطفال وكيستعملوه بزاف ديال النساء خصوصا لأنه كان في مواد ديال الجميل واللي هي مادة مسترطنة محتملة غنتكلموا على هاتشو كيفما أنه غدي نتكلموا يا إخوان على القطاع ديال غزة غنشوفوا البلاغ اللي نشرات حركة حماس في الساعة الأخيرة وكذلك أشنقالت ميلوني لنيطانياهو في مكانمة هاتفية وكذلك عدة أخبار أخرى غدي نطرقوا لها على القطاع كيفما أنه غدي نشوفوا يا إخوان غرق جوج يتلاعبين ديالاتحاد طنجا موضوع اللي كيتكلموا علي العديد من الصحف الإيطالية خصوصا ريادية وكذلك المواطن الإيطالي اللي قلنا حكمه عليه بالمؤبد بسبب أنه وقس العمو أهربان حاليا الصحف الإيطالي كنت تكلم على احتمال كبير أنه يكون في متواجد في المغرب غنشوفوا التفاصيل إخوان وكيفما لعادة كيفما أشكركم جزيلا شكر للدعم ديالكم للقناة والناس اللي لمشاركاش يشاركوا باشقوا توصلوا بالجديد إن شاء الله فهذا الفقر يا إخوان غدي نطرقوا الأخبار ديال الجالية المغربية أخبار عدة وغنبدأوا يا إخوان بدك الشيلي وقع في المناطق ديال مدينة فاريزي هاد الخبر بالتحديد في الويكند سلطت عليه الضوء كثيران يا إخوان الصحف الإيطالية وكذلك بعض النشرة الإخبارية والتكلمات على أشنو داروا جوج ديالرجال الشرطة جوج بوليسيين كارابينياري اللي طعنوا مواطن مغربي الحالة ديالو حارجة حاليا في المستشفى ليس في خطر الوافاة ولكن غنشرح لكم التفاصيل أشنو دارو وهات الشي ركي ترى عدة تساؤلات وحنا غمشي ودقة دقة هات الشي يوقع يا إخوان في البلدية ديال فينوغونو اللي كينا في البروفينشا ديال فاريزي كان ينتمى الغابات والغابات ديال فاريزي لكن تكلموا عليهم دائما فيهم تبزنيز وفيهم المغاربة كيسكلوا الداخل وكيبقوا يبيعوا يا إخوان داك الكوكايين والحشيش والمواد المخدرة إجمالا يا إخوان اللي سيوقع هو أنه الليلة اللي ما بين نهار الجمعة ونهار السبت اللي دازو جوج ديال البوليس سيفيل ما لابسنش يا إخوان لبسة ديال البوليس وخارج الخدمة يعني ما شادنش يا إخوان تور ديالهم يعني خاصهم يتعاملوا كأي مواطن عادي المهم اللي كان يا إخوان غايبشول هاد الغابة مع تقريبا 12 ونص ديال الليل غايب ضربوا يا إخوان مع هاد المواطن المغربي اللي هو يا بزنيز رطابية الحال السؤال اللي كيتتطرح حاليا أش كانوا كيدروا جوج ديال البوليس في غابات وفي أماكن اللي هي معروفة بالتبزنيز وهو ما يم عندهم يا إخوان حتى شيء أوامر أو يعني شيء مهام تمماية هذي أول حاجة وثاني حاجة كيفاش تطعنوا المواطن المغربي بالسكين ورجال الشرطة معنهم شيء يا إخوان ما بالأسلحة اللي كيعطيوهم موسوا للسكين يعني كيعطيوهم يا إخوان فردي رطابية الحال أشنو كانوا كيدروا تمماية الله أعلم أسئلة اللي كل هاي إخوان غادي جوب عليها التحقيق المهم اللي كين هو أنه شي واحد ديزي إخوان من هذيك الطريق اللي هي قدام الغابة يعني شانطي غايبا للمواطن المغربي مطعون يا إخوان أمليوح الوقاية اللي عيطوا البوليس غايمشوا الإسعاف وغايمشوا البوليس ديال مدينة سارونه اللي غايبضوا التحقيقات ديالهم وأول حاجة بغاو يديروا بغاو يعرفوا إينا عصابة من تامي لها هات الشاب المغربي حتي لا عرفوا إينا عصاب وإينا جروب غايبشوا يشوفوا الجروب المنافس وعلى الأقل غايقادروا يعرفوا بلا أنه راكين شو واحد من العصابة الثانية هو اللي يهجم عليه هم كانوا كيدنوا أنها تصفية حسابات إلا أنه إخوان التحقيق ديالهم غايقودهم لاكتشاف أمر آخر هو أنه اللي متسبب فهذا كتان هما يجوج جيت البوليس زملاء ديالهم في العمل ولذلك غاي خرجي إخوان بلاغ من الكوستورة وكذلك غاي خرجي إخوان من نيابة العامة أمر بالقرض عليهم غاي تشدوا وحال ينراهم متابعين بمحاولة قتل وكذلك أمي سيوني دي سوكورسو يعني تخلاوا على الشخص اللي هو يجاريح محتاج الإعانة والإغاثة إجمالني إخوان بزردة الأسئلة خاصهم يجاوبوا عليها أش كانوا كيدروا تمامايا وبطبيعة الحالة رجال الشرطة وهذه راح حقيقة يعني قل لك إحنا راك نقوم بواحد العمل كبير فهذه كل غابات من أجل مكافحة بزنيز وهذا شي ميم كش أنا لا معتعرفوش به وفي نفس الوقت كان عتعرفو كذلك بالشفافية الكبيرة اللي كينا هوا سيد عبز ناز ويعني داروا تحقيق ديالهم بكل شفافية ومصداقية وشدوا الزملاء ديالهم معطاوهم التهم اللي هي تقيلة محاولة قتل في بلاسة أخرى ربما كانوا غايت تافقوا ويضمسوا الموضوع وتجي حاجة موقعات ولكن كينا يا إخوان الشفافية هاد النقطة خصنا لا بد من عتعرفو بها من غير أنه كينا نقطة أخرى لبعض البوليس كي حاولوا أنهم يستغلوا المنصب ديالهم كي قادروا أنهم يرفوا على البزنازة ويديوا لهم السلعة ديالهم ويبتزوهم وعدة أشياء من هاد النوع فهموا كين التهديدات وهذا شي إخوان حضرنا لي في قضايا أخرين اللي كانوا واقعون في بروفينشت اللي دائما في شمال إيطاليا في حين أنا وغمشون تكلموا يا إخوان على ذلك الشي اللي وقع في طائرة ديال الرايانير طائرة اللي كانت نطالقات من مدينة أقادير وشوفوا معاي إخوان المضاربة هاد الشي إخوان رات نشر في جميع الصحف العالمية تكلمت عليه أول مرة صحيفة ديلي ميل البريطانية واللي وقعي إخوان هو أنه طائرة نطالقات من مدينة أقادير متجهة إلى المطار ديال لندن غلي تنطفها يا إخوان مضاربة من بعد دقائق قليلة للإقلاع ديالها هاد الشي اللي غي خلي أنه البيلوت ديالها الطيارة غينزلها يا إخوان من بعد 30 دقيقة فقط على الإقلاع وغا تنزل في المطار ديال المراكش وغا يطلعون يجال الشرطة وغا يلقيوا القرد على النس اللي كانوا مضاربين وهنا يا إخوان رأي هذا مضارب وهذا مضارب وهذا تهو مضارب يعني كانت وحد بحل حمية وغا نشرح لكم علاش اللي كان هو أنه سيدي إخوان غا يطلع للطيارة غا يكتشف لأنه الأماكن اللي عنده مبعدين وعلى مرته وولده يعني بعيدة للعائلة دياله غا يمشي عاد وحد السيدي اللي قالس أحدهم وقال لها واش نقدرون تبادلوا بالبلاصة هكا مش أنا نقلس حد العائلة ديالي هي رفضات وهذا الشي من حقها وكيف ما كنقوله دائما الواحد يخوان اللي قالس في واحد بلاسة رأى ماشي دائما تتعطيه بالمجان رأى كين اللي كيختار واحد بلاسة وكيخلص عليها اللي حسب الشركة كين البلاس اللي كيخلصوا بخمسة أورو كين اللي بجوج أورو كين اللي بعشرين أورو وكل واحد يخوان تمان اللي كيخلص باش يختار واحد الماكان وكين اللي ما كيختارش وكيت تعطاه واحد الماكان يعني بطريقة عشوائية كيف ما وقع لها تسيد بعضو من العائلة دياله المهم هي من حقها أنها ترفض وكين اللي دارت رفضات وقعت لي لا سيدي إخوان غيمشي شد البلاسة اللي تعطاته في تيكي ومني قلعت الطيارة لوقيتها لتفضوها وديها السمطة قالوا لي ممكن أنكم تحيدوا السمطة وتشووا البانيو اللي بغيته المهم هو يرجع عند السيدة من جديد غايقول لها شوفي خليني ينقرس حد العائلة ديالي وذك الشي وهي تهيئ تصرع للرفض ولذلك لوقيتها اللي ما بغاتش غاي عيرها وغاي هددها وراجل هاي معاها في الطيارة غاي يدخل وغاي تضاربوا الرجالة بجوجهم ومن غير أنه تضاربوا الرجالة بجوجهم السيدة والسيد كيتبين بالله أنه كانوا في واحد المجموعة ديالي السياح اللي كانوا طالقوا من بريطانيا ومشوا من المغرب ولذلك بحالة غاي تحاما وشي بدك يدافع على شي وهناي اخوة البلوت ديالطيارة قالوا يا مرش شغي يجيكم ليح نزل هاي اخوان ومشا المطار ديال المراكش من بعد 30 دقيقة على الإقلاع وهناي اخوة الرجال الشرطة غاي يطلعو غاي يلقيوا القبض على الناس اللي كانوا مضاربين دون باش يسامعوا ليهم في حين انه باقي المسافرين غتنزلهم الرايانير غتديهم لحد لوطين اللي كان في مراكش وقاتليهم الغد في الصباح عندكم طيارة وعتادرات ليهم الغد في الصباح هذيك الطيارة غاديش تكون غايتم تأجيل ديالها ولذلك هذ الناس غايوصلوا إخوة البريطانية والعاصمة ديالها لندن من بعد 34 ساعة على الطيارة اللي نزلت يعني من بعد نهار ونص تكرفصوا والطيارة درت بالا كتعتادر المسافرين ديالها وقالت بلا أنه رأس السبب الرئيسي وهم بعض المسافرين اللي محترموش الآخرين المهم كان في الطيارة تقريبا حوالي 200 شخص حاجة أخرى اللي غامش نتكلم عنها هي الفاجعة اللي وقعات في السواحل المغربية وبالتحديد شاطئ اللي كيتواجد ما بين مدينة الفنيدق وكذلك المضيق يتعلق الأمر بلاعبين ديالكرة القدم كيلعبوا إخوان في الفارق ديالاتحاد طنجة والخبر الدوله العاديد من الصحف الإيطالية خصوصا الصحف الريادية المهم اللي كين هو أنه وربعات اللعابة خدوي إخوان واحد اللي يخت صغير وما تخيلوش هدك اللي هو يكبير ديال الناس اللي لبس عليهم شي حاجة علاقة للحال وعند عيد شيراعة يعني كتبش عب القوة ديال الريح المهم كانوا وربعات اللعابة ومعاهم الشخص اللي هو من الادارة ديال الفريق مشو دخلوا الداخل وحد الشاطئ اللي كين ما بين المضيق وفني دق ومن وصل الوسط إخوان البحر بعد بزاف على الشاطئ وعلى الميناء غادي تلاحو بشي عومه وكيعرف يعمه هد نقطرها مهمة الناس كيعرف يعمه إلا أنه الوقت اللي تلاحو في البحر حيط الرياح كانت قوية هادك اللي يختي ديال اللاعبين والجوج الآخرين بسبب إخوان القوة ديال الرياح اللي كين وبسبب العاياء ما بقاش لقوهم دبح حالين راه في عدد المفقودين ولكن راه يومين هاد راه من نهار سبت هما يقلب عليهم ولا أثر لهم يعني من غير أنه يقلب بالقوارب ماطر ديال المتطوع اللي الدخل كذلك في مالقاو إخوان الجتامين ديال الله يدير لي تاوي الخير والله يرحم وخصوصا يصبر العائلة ديال وهنا ركز على نقطة مهمة ناس راه كانوا يعرف يعوم ولكن من يكون ريح قوية لن يغلب المحرك يغلب في حين أنه نتكلم على المواطن الإيطالي الاسم جاكومو بوتسولي والذي تكلمنا والإستئناف بالمؤبد ومحكمة النقد حكمت عليه بالمؤبد عين هذه أسبوع ومن النهار حكمت عليه الكاساتسيوني حيث هو كان متابع في حالة صراح يعني خاصة تتحكم عليك آخر درجة في القادة باش يتم تطبيق الحكم يعني ذلك الساعة من يقول الكاساتسيوني رك مذنب غي هزوه غي يعتاقله ويضي السجن ما يريد يديره لو يجري المنزل ديالو ما لقوا تشي حاجة سيد ما كان لها آثار تبين بالبعد بلا أنه كان في مدينة الإسبانية الاسم ديالا ماربيليا وكان هو زوجة ديالو والابن ديالو عدد تسع سنين الزوجة والابن رجعوا في أيام الماضية إلى مدينة بريشة المسكن ديالو حاطن أمامهم جميع الاحتمالات ولكن الحاجة القربة للواقع هو أنه سيكون شد من ماربيليا إلى مدينة الخزيرات أو إلى جبل طريق ومن تم بطوات إلى المغرب ولذلك يقول بوحد نسبة كبيرة يستطيع يكون حاليا هربان في المغرب أنا أستبعد هذا الأمر لأنه الطريقة التي يتكلم عليها يقول لك بطوات وهو أصلا عنده البطوات وافي لا يريد وطلع للمغرب يعني هما يتكلم عن المغرب كأنه شي حاجة يعني السيبة ودير لي بغيتي إلا كانوا شي مهربين وكان شي مافيا هذي كانوا حاجة أخرى يقدروا يهربوا وفي ربع الساعة يدخلوا لمغرب هذي حاجة أخرى من تكلم عليها أما بطوات رسمي وهو ما عنده الباسبور أو الباسبور وافي رأى صعيب وصعيب بزاف المهم حالي إخوان رأى مذكرة اعتقال في حقه دولية من غير هذي كانت دار تساري عنه اللي كانت أوروبية أما السيارة دياله إخوان رأى ملقوش القوهان نهائيا واش هو السيارة دياله في المغرب هذا السؤال اللي يترحوه الصحف وكذلك المحققين ولكن الحدود الساعة لا جواب على هذا الأمر فهذا الفقرة يا إخوان سنتكلم عن الطقس في إيطاليا وكذلك في المغرب البلدين بجوجهم عندهم موجة ديالة الحر اللي ستكون قوية للغاية في إيطاليا درجة الحرارة في بعض المناطق ستقدر توصل حتى 42 أما فيما يتعلق المغرب في بعض المناطق ستقدر توصل حتى 47 وغامش نشوف بالتفصيل في إيطاليا وابتداء من اليوم يوم الاثنين واحد المرتفع جوي إفريقي لجمال إفريقيا ستوسع في جميع أنحاء إيطاليا ولذلك سيكون استقرار كبير في الجو يعني سيكون تقريبا طاليا كامل مشمش ما كان إطرابات جوية فيما كانوا في الأيام الماضية وهذا سيكون إلى يوم الخميس حتى هواية ابتداء من الويكند ستغير الجو ولكن من هنا الويكند ستكون كما يلي درجة الحرارة تصل إلى 37 38 في مناطق ومدن بحل مدينة فرنس وكذلك روما التي ستكون فيهم كذلك لافا بسبب لوميديتا يعني بنام كيحس براس مخنوق وما يتنف مزيان بالطبيعة هذا سيكون ابتداء من غداء يوم ثلاثة تسعود في شهر سبعة أما فيما يتعلق المناطق التي ستكون فيها حرارة كثيرة للغاية هي المناطق الجنوب والجزر في السيشيليا درجة الحرارة تكون 42 و43 أما في سردينيا درجة الحرارة تكون 40 وفي المناطق الأخرى للجنوب ستتراوح مبين 39 و38 كيف ما قلنا الأمور ستبقى على هذا النحو إلى نهاية الأسبوع ستجير رياح من شمال أوروبا ستكون باردة ستغير المناخ وهذا الحرارة ستكون في هذه الأيام أما في ما يتعلق المغرب إبتداء من غد يوم ثلاثة درجة الحرارة ستكون مبين 49 يوم الأربعاء يوم الخميس في المناطق الآتية وزان قرسيف تارودانت وجدا جرادا في جيك بولمان صفر مريعقوب تاونات تازا فاس خريب قسطات ششاواء اليوسفية وورزازات زيد على ذلك وهذه درجة الحرارة القصوى كيف ما تقول المديرية ديال الأرصاد الجوية ابتداء من يوم الأربعاء عشر وإلى غاية يوم الجمعة الثناش في مدينة فقيف الصالح بن ملال قلعة سراغ مراكش رحام خنيف زاقور تين غير راشدية تارودانت تاطا وسزاك سمارة أو سرد ستعرف درجة الحرارة التي تتراوح بين 42 و 47 درجة الحرارة هنا الخريطة هذه درجة الحرارة اليوم كما تشوفوا معي ميلانو 32 فيرونا 32 أما ابتداء من يوم الثلاثة اغداء إن شاء الله في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال مثلا ميلانو 34 فيرونا 34 ريميني 31 فرنس 34 جينوفي 29 روما 33 أما يوم الخاميس أو يوم الأربعاء درجة الحرارة سترتفع كما تشوفوا معي البيانو رفاداني الجوية الميلانو والمناطق اللومباردية يعني سيكون ارتفاع درجة الحرارة لا يزيد الشوية الخير إخوان كما تشوفوا معي هذا المال ندخل في الجنوب كنت تكلموا على فوجر درجة الحرارة سترتفع 39 يوم الأربعاء فهذا الفقر يا إخوان سنرى النتائج الانتخابات الفرنسية لنوعا ما كانت مفاجئة وحتى شي واحد ما كان كنتظرها بهذا الطريقة نعم تكلمنا في الأيام الماضية على واحد التحالف وطريقة من أجل مواجهة اليمين المتطرف دي الماري اللوبان هو أنه الأحزاب اللي جات في المرتبة الثالثة خرجات يا إخوان سواء دي الحزب اليساري أو الحزب دي الماكرون خرجات من المصابقة وخرجات يا إخوان من التنافس بيش تعطي إمكاني النس اللي صوتوا عليها في الجولة الأولى أنه الجولة الثانية تمشي تصوت على الحزب الآخر اللي هو يضد ماري اللوبان بهذا الطريقة قدروا أنهم يتغلبوا على ماري اللوبان طريقة اللي كان الكلم عليها كثيرا ولكن حتى شي واحد ما كان كينتظر أنها تجي من نتائج فعالة بهذا الطريقة لدرجة أنه الحزب يساري ميلانشون جه واللول وحصل على 182 مقعد في البرلمان الفرنسي في حين يحصل على المرتبة الثانية كيفما كان الحال المرتبة اللي هي مهمة وكيحصل على 163 مقعد في حين أنه الحزب ماري اللوبان اللي كان مقدم من أجر رئاسة الحكومة هو بارديلا يحصل على 143 مقعد وكل كان يتكلم على أنه ربما يصل إلى 200 160 180 وش تكون عنده الأغلب هي ولا إلا أنه إخوان كيفما قال بارديلا تحالف ديالة العار خلق أنه فرنسا تبشي إلى قصر ياسار ويحرم الفرنسيين من حكومة ديالإغاثة إلا أنه لو قيت اللي تم إعلان عن النتائج يعني نهار لحد في العشية كانوا في بعض الساحات في فرنسا المباشر للقنوات الرسمية خصوصا وحد القناة الرئيسية هي لك تنشر النتائج المحتملة مشتها رسمية عر احتمال ولكن تكون دقيقة بزاف لو قيت اللي عنه على النتائج عبر المباشر قالوا ثلاثة جوج واحد عنه عليهم تم إخوان الناس اللي هي يسارية في الساحات اللي كانوا مجموعين بها بدو يتباك وإخوان ويتعانق بطبيق الحال شيء اللي هو ما كانوا ينتظر حتى هما من جهة أخرى ظهروا كذلك شبان لحوالي خمسمية لابسين اللي حال مغطينوا ريوسهم وحاولوا أنهم يدروا شوية الفوضى من بعد ما أنه النتائج بانتي إخوان ولكن تصدات لهم الشرطة الفرنسية رطبيط الحال حاليا المشكلة عند فرنسا هو أنه ما غيكون استقرار حكومي أو على الأقل كيف ما يقول محللين باش أنه الحكومة وجد ويتم الإعلان عليها غيص صغرق الأمر أسابيع وربما حتى أشهر لأنه اليساريين اللي هم في أقصى اليسار هذو إخوان كيقول إحنا مستعدين أننا نحكمه ولكن ما عندهم ش الأرقام بحضو ما يقدروش من جهة أخرى ما ما يقدرش حكم بحضو وما عنده نهائي الأرقام الحل الوحيد اللي هو أنه يتحالف مع اليساريين ولكن هذا التحالف أرخص يكون إخوان بضوابط وبشروط لأنه اليساريين ضيج إخوان خرجات المؤسسات الأوروبية كي تقول لأنه كنت سننوا من الحكومة القادمة أنها تحترم الميزانية وتحترم الحسابات ديال الدولة لأنه الوعود ديال اليساريين أرخي يوعدوا باش أنهم يمحيوا القانون حاليا الآلف والسمية ناهيك على أنهم يوعدوا بزد الخدمات العمومية ويوعدوا كذلك براف الضريبة على الأغنياء والضريبة للورث وعدس مسائل ولذلك واش هات الشي يدير وغيلقوا الأموال باش يمولوه هذا السؤال المطروح إذا كان عندهم فلوس باش يمولوه أرغي يقدره وكين قوانين أخرى لما تحتاج شي دولة فلسطين في غضون 15 يوم ولذلك هات القوانين هي قوانين رمزية قوانين ذات دلالة كبيرة واللي بطبيط حال مغتكلفش الحكومة الفرنسية تشي حاجة بطبيط حال شيء آخر لهو مهم هو أنه أطال لهو إخوان رئيس الحكومة الحالي الساقل يوم مع 11 وربع ولكن ماكرون رفض الاستقال وقال يكمل مازال فهذه الفقرة سنتحدث عن البودرة بالطالك باللغة الإيطالية بالطالك واللي هو مشهور بزاف خصوصا حين المغاربة راك يستعمل عند الأطفال بطبيط حال كنتحدث عن الطالك الذي الأصل موخوض من صخور بركانية لأنه مؤخرا الشركة هذو الطالك وهذه الشركة المشهرة في العالم كامل هات الشركة جونسون أنت جونسون لم تصيب الطالك من الصخور بركانية ولكن منذك تجيبه منظرة طبي قبل ما تدير هذ القرار كانت في حقها اربعة وخمسين آلف دعوة قدائية في أمريكا من نيسا اللي تصابوا بالسرطان لأنهم كانوا كيدروا هذو الطالك في أماكن اللي هي حساسة ولذلك رفعوا لها دعوة قدائية باش سالت هالدعوة القدائية هو أنه ملقات وحد الاتفاق مع هذ الناس قلت نعطيكم كتعويض 6.5 يعني 6 مليار ومص ديال الدولار يعني بالدارجة راجبت حوالي 6500 مليار مغربية قيمة مالية خيالية أعطاعت هذ النساء باش تشدي إخوان حوالي ربعو خمسين آلف دعوة قدائية لأنه الطالك وهذا اللي كانوا يقولون النساء اللي كانوا داعينها تسبب ليهم في السرطان اللي هو السرطان ديال المابيض بالطبيعة كنت تكلم على هذ المادة اللي في هذ الأيام خرج قرار مهم من منظمة الصحة العالمية لوكالة اللي تحت اللي هي الوكالة الدولية للبحث العلمي حول مرض السرطان قالت بلا أنه كين احتمال يعني ما كانش احتكاك كيستعملوا كذلك في مواد ديال العلف ديال الحيوانات كيستعملوا في عدة أشياء وعدة إخوان قطاعات ولذلك كين احتمال أنه يكون مسرط وهذا القرار راه تخدم بعدما أنه كان في هذا البحث العلمي حوالي 30 عالم لدرس إخوان كذلك البحث السابقة وحاولوا أنهم يشاهدوا وحطوا هذ المادة في الجروب رقم جوج جوج في حين أنه الجروب واحد راه فيه مواد مسرطين اللي هي معروفة ومشهورة غنشوفوا كذلك بعض المواد اللي هي في الجروب جوج اللي فيها إخوان هذا الطالك اللي ربما البعض كان حاجرها مثلا في الجروب جوج اللي فيه إخوان المادة ديال الطالك اللي حطوا هذ الأسبوع كين كذلك إخوان اللحم الحمراء الحلوحم الحمراء الواحد إلا كان عنده واحد إفراط فيها أو كي كترها كين إمكانية أنها تشكل خطر على صحة ديالإنسان وتسبب ليه في سرطان من بين الأشياء كذلك كذلك كي يكون إخوان سخون بزاف كي يطلق واحد المادة هذه المادة كتولي مسرطينها من بين الأشياء الأخرى اللي كان دائما في هذا الجروب المواد أو المشروبات لدرجة الحرارة كتوصل إلى 65 درجة الحرارة الواحد مثلا إلا كان يسخون بزاف رح يقدر أنه يقول شيء الإحتمال أنه يكون مسرطين من بين الأشياء الأخرى اللي كيتكلم عليها هو أنه في الجروب اللي هو أكثر خطورة الجروب واحد هذا اللي شفنا بحلي الجروب جوج الجروب واحد الأشياء اللي هي مسرطين بواحد الدرجة اللي معروفة من بين السجائر القارو كذلك اللحوم المعالجة بحال هذا كشير صلامة اللي هو يمخدم يعني لحم كتدبح وكتطيب ولكن يتخدم وكتكون واحد المعالجة من بعد في الحين أنه من الأشياء الأخرى اللي هي مسرطين هذا الدخان يخوان دي الصدور رات هو خاطر لواحد يخدام في هذا من الأحسن فهذا الفقر يا إخوان سنرى الجديد دي الأخبار حول القطاع دي الغزة وأول حاجة سنبدأ بها سنتكلم على البالاغ لنشراته حركة حماس ولي نقلاته كذلك قناة الجزيرة ومن قناة الجزيرة والموقع ديالها خذوا كذلك الصحف الدولية يتكلم على أنه وهذا ما تقوله حماس أنه نطنياهو يشكل عائقا وما زال كيديري إخوان في الحواجز أمام هذا الاتفاق وأمام المفاوضات وكتطلب كذلك من الدول اللي هي داخلة في هذه التفاوضات من بينها أمريكا قطر ومصر أنها تضغط على نطنياهو باش يحبس من هذا الحيال دياله والجرائم دياله ضد الشعب الفلسطيني بطبيق الحال نطنياهو ما عنده إخوان حتى شينية أنه يقوم بوقف إطلاق النار أو أنه يقوم بوحد الصفقة ديال تبادل الأسرة ناهيك على أنه كما قلنا يوم السبت الماضي حركة حماس تراجعت على الطالب ديالها الرئيسي اللي هو وقف إطلاق النار قبل ما يكونوا المفاوضات ولكن هذه النقطة بزفد ديالنس ما فهموهاش كذلك من العرب لأنه قل لك لله حركة حماس مستحيل أنها تسمح في هذه النقطة هي لم تسمحاتش فيها وهذه الشرح شرحناه في الحلقة دياليوم السبت هي في الأول وإلى غاية الأسبوع الماضي كانت تقول وقف إطلاق النار هو اللول تحبس الحرب والمبداع الفترة الأولى لفاس السدية الأسابيع والثانية السدية الأسابيع والثالثة السدية الأسابيع ووقف إطلاق النار سيكون في اللول يعني لا ينتشي حاجة أخرى سنضيفها ستبادل الأسرة الجرحة والناس اللي توفى وسنرى اتفاقية من غير إعادة الإعمار الغزة وعدة مسائل أخرى إلا أنه ذا بك تقول أوكي أنا هذو وقف إطلاق النار ما غنديروش هو الخطوة اللولة من قدروا مشيوا من مرحلة اللولة في السدية الأسابيع ولكن في هذك السدية الأسابيع خصنا نتافقوا على وقف إطلاق النار الدائم وخصنا وعود اللي هي مكتوبة حلف بيض إلا أنه إخوان الكيان الصهيوني يرفض أنه يعطيه وعود مكتوبة ولذلك حماس رهما زال متشبتي إخوان بوقف إطلاق النار الدائم يعير هي من إنا مرحلة وإنا وقت هنا اللي تغيرت الأمور وبطبيعة حال هذا رهت نازل كبير يا إخوان من حماس يعير باش توصل لواحد الحل نهاية هذ الحرب طبيعة حال من بين الأشياء الأخرى اللي غيرت نتكلم عليها هو أنه اليوم كذلك إخوان وصل القائد ديالتشيا اللي هي إخوان المخابرات الأمريكية إلى القاهرة دائما على قبل هذه المفاوضات في حين أنه فرنسا تدين اعتراف ديالإسرائيل بخمس مستوطنات غير قانونية وما أصلا إخوان المستوطنات كاملة اللي دينوا في الدفة الغربية على حسب قانون الدولي غير قانونية يعني ما كيعتارش بهالعالم الدفة الغربية كلها للفلسطينيين إلا أنه إخوان داروا بزاف ديالت النقط وبزاف ديالت البؤر اللي هي ديال الإسيطان غير قانونية وكينا وحدين اللي هي قانونية معتارف بهم الحكومة الإسرائيلية وكينا وحدين اللي ما معتارف بهم ولكن سكن فيهم ليهود ولذلك الأسبوع اللي داز اعتارفوا بخمسة اللي كانوا غير قانونيين ما زال غير قانونيين وهات الشركة تقول كذلك اليوم فرنسا وعلى ذكر هاد النقطة فرنسية إخوان من دائما والتحاد الأوروبي من دائما يدين للإسيطان في الدفة الغربية رمشي كين حكومة ياسارية ولش حاجة هاك من ديما طب يتحار من غير هات الشي إخوان السولة وعلى أراضي كبيرة لدخلاتي إخوان تحت السيطرة ديال الدولة الإسرائيلية هذو كين في الدفة الغربية يعني كيسرقوا ليهم في الأرض ديالهم باش بغد دولة بعد غد ما تكون الشي دولة اللي هي سميسها فلسطين وهات الشي كيقول ليومي إخوان الرئيس الجديد لياساري اللي هو في بريطانيا تكلم مع ناطنياهو وقال له دولة مستقلة للفلسطينيين رهما حقهم يستحيل أنه يكون واحد المستقبل بيدون ما أنه تكون دولة مستقلة فلسطينية في حين أنه اليوم دائما الرئيس ناطنياهو تكلم لي إخوان مع جورجا ميلوني لأسرت على جوجة نقاط وقف إطلاق النار الدائم وكذلك صفقة ديالتبادل الأسرة وطبيعة حال ناطنياهو إخوان كيستمع لكل شي ولكن نهار 24 في هذا الشهر يعني نهار 24 في شهر سبعة عنده إخوان لقاء اللي هوية مهم خاصة يمشي الكونغرس الأمريكي البرلمان ديال المريكان ويعطي الكلمة ممايا وطبيعة حال الكل كي ينتظر أشنو غادي يقول هاد اللقاء بقي يا إخوان علي تقريبا 21 يوم هو الصفقة بقي مدارهاش العائلة ديال الأسرة يقولي قبل ما تبشي المريكان دير الصفقة ديالتبادل الأسرة في حين أنه كين حزب اللي هوية في المعارضة اليوم كيقول ناطنياهو عطي الموافقة ديالك على وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرة وآنا غادي ندعمك حيث هوية ناطنياهو ما باغيش إخواني دير هاد الصفقة ديالتبادل الأسرة علاش لأنه كين جوج ديال الوزراء اللي هما يمينيين متطرفين كي يدعمو وكيقولون لي لس ينتي على الاتفاق اليوم را كأنه حماسي اللي فازت وحنا غادي نسحبه من الحكومة والحكومة ديالك غادي تسقط وهذيك السعراء السجني إخواني المحاكم كي ينتظروه رطبيت الحلوة ما قادش إخواني قبل حتى على قبل هاد النقطة وكين حزب اللي قال يشوف عرق بل أنا نضمن لك الاستمرارية أنا نعطك الأصوات إلى خرجو هاد النس من الحكومة ديالك ولذلك الحكومة ما غاديش تطيح لأنه انتايا وهذا شي تيقولوا إخوانا رئيس هاد الحزب تيقول لي انتايا فاشل ورئيس اللي هو يخيب بزاف ومسؤول على الهجوم ديالسلعة في شهر عشرة ولكن إجمالا أهم حاجة عدنا هو يلأسر يرجعوا للمنازل ديالهم والعائلات ديالهم ولذلك من أجل هاد الشي وخلق قرار للنصعيب احنا غادي ندعمو بطبيعة حالكين عدة أشياء أخرى ولكن غادي نهوي إخوانا هاد الفقرة بل حصيلها ليوصل لعدد ديال الناس اللي تقتلوا من الكيان الصيوني 38193 38193 في حين أنه الجرحة رهم 87903 الله يدري ليمشي شاو ديال الخيري إخوان الله يرحم الموتى ديالهم والله يشافي الجرحة ديالهم والمرضى